يعطيكم العافية للطلاب في مدارس المتاج جكور وإيمان حصلتنا اليوم اللي هي التمييز وهي قاعدة الوحدة الرابعة ومشتاكة للمعارات للإمي والألبي التمييز بدايةً نبدأ كل ما نستخرجه من الجملة أو من المص التمييز هو اسم منون بالفتح علي التنوين فتح وهاي قاعدة إجبائية لازم يكون علي التنوين فتح ولكن لتأكد أن كلمة هذه هي التمييز نسأل عنها بمعارة مضح قبل هذه السؤال معارة التمييز يأتي مفرداً مستحيل يكون جمع يجب أن يكون اسم مفرد يزيل الغموض لماذا نستخدمه؟ يزيل الغموض عن ما تقبله عن اسم الذي قبله أو عن الجملة التي قبله كاملاً مثالاً زيدون أكثر منك معارة إذا تلقظ هذه الجملة في إسم واحد منون بالفتح ومن يجي متأكد ومنسأل زيدون أكثر منك ماذا؟ الجواب ستكون مالاً إذا المالاً هي التمييز للتوضيح إذا بدكم تعرفوا التمييز الغموض نعرفوا التمييز منصوء وعلامة مصري تنوين الفتح أو الفتحة مباشرة مثالاً اشتريتوا لتراً زيتاً اشتريتها ماذا؟ لتراً لتراً ماذا؟ زيتاً لاحظوا أنه إجا عندي كلمتين وأراض عليهم تنوين الفتح الثنتين منونات مفتح الأدب فيه طلاب بإمكانهم يحرموا الكلمة اللي تقولة خسر موقعها اشترى فعل التاء فاعل وتراً مفغول به وتكون مبين عالم مفكول به وفيه طلاب يكونونك لا أستاذ يكونونك لا يصبط عليها السؤال ماذا؟ إذا هي التمييز إحنا للاختصار إن أدب كلمتان منونتان منونتان بمفتح الثانية هي التمييز إذن من يمكن أن نتبارها التمييز لها الجملة؟ نختار الجملة الثانية يعني كيف تكون وابحنا ما هو التمييز وكيف كان مستخرج من الجملة؟ الآن نجد أشياء الثاني اللي هو أنواع التمييز التمييز يجب أن نكون عارفين أنه إله نوعين النوع الأول اسمه تمييز الداب بالنوع الثاني ما نجيله بعد قليل بإذن الله هو تمييز النسل نبدأ بتمييز الداب واللي بيسموه المفرد وهو يزيل الغموض عن الاسم اللي قبله مباشرة يزيل الغموض عما قبله مباشرة مش عن الجملة كامل تمييز الداب أو المفرد يأتي على ثلاث صورة الصورة الأولى بعد الأعداد بعد كل الأعداد لاحظوا بك يأتي بعد الأعداد من 11 إلى 99 وذكرناه لما نأخذنا درس الأعداد مثلا حفظه 23 بيكا نبدأ بكلمة بيكا هي التمييز منونة جاء أخطبناها العدد والعدد 23 محصول من الأعداد من 11 إلى 99 فمتيجي بتحكيين كلمة بيكا التمييز شروع التمييز شروع التمييز داد أو مفرد زي ما الصورة الثانية التمييز الداد اللي هو يأتي بعد الوزن أو المقدار أو المساحة مثلا مثلا زرعتوا الأرض ظنوماً شعيراً اتفنناه فيه عندي كلمتين منونتين بالفتح أخذنا الثانية هي التمييز بدليل ظنوماً ماذا؟ شعيراً الشعير وابقت الظنوم الآيشة الآن الآن كلمة شعير منونة بالفتح جاء قبلها مساحة الظنوم هي من المساحات بذلك بحكة عن تمييز نوع تمييز ذات مثلاً نفرتوا على الجبل حفنة قمحاً حفنة اللي هي المقدار اللي احنا منسميها بالعمير كمشة نفرتوا على الجبل حفنة قمحاً رح تكون هي التمييز والنغة التمييز ذات لأنه فيه قبلها مقدار الشكل الثالث لتمييز ذات يأتي لبيان النوع يأتي لبيان النوع من ذات اشتريتوا خاتماً فضبطاً خاتماً فضبطاً اسمين منونين ينفتح وراء براء أحدنا الثانية هي التمييز وكلمة فضبطاً واصبحت نوع الخاتم اللي قبلها لذلك بدأت تكون تمييز ذات لماذا جاء تمييز ذات؟ لأنه بيّن نوع مقر جلست على كنسية خشباً خشباً هي التمييز وإضافنا التمييز في كلمة خشباً من ذات علم لأنه أزال الله الله قبله وبيّن نوعه لأنه نشكل بيّن نوعه هي تكون تمييز إذا إذا ننتخل الآن تمييز النسجل